يعني ده برضو موضوع مهم جداً إن كهرباء ويمكن أنا أكتر الداعمين ليه الفترة الأخيرة وكنت دايماً بتعرض وبتكلم في أي خبر ينزل على كهرباء ده إن كانت دايماً ساعات بتنزل كده أخبار إن كهرباء مش عارف إيه وكهرباء إيه وأنا كانت عندي المعلومات كلها وامتابع كهرباء وعارف إنه هو شغال عن نفسه بطريقة كويسة فكنت أول واحد بطلع أدافه عن كهرباء وبقول الكلام ده كله مش مظبوط الراجل لا بيسهر الراجل مركز جداً في شغله الراجل بيتمرن في النادي وبرى النادي عشان يرجع نفسه وشوفنا الكلام ده كله أما كهرباء رجع وابتدأ يشارك والتقلق اللي بقى فيه والفرق الكبير اللي عمله في هجوم النادي الأهلي أولاً فنتمنى إن يستمر كهرباء على الالتزام اللي هو فيه وإنه هو ينسى أي حاجة بتحصل برا لأنه يمكن من ضمن الحاجات يمكن اللي بتعيب كهرباء شوية إنه هو سريع الاستفزاز سريع الغضب وده يمكن بيوقعوا فيه مشاكل كتير كلنا طبعاً عارفين القصة من أولها لآخرها ومش عايزين إن إحنا نضغي فيها دلوقتي خلاص إحنا دلوقتي مستنيين مطش كورة ومستنيين إن إحنا نشوف كورة حلوة ونقدم كورة حلوة للناس كلها كل الناس اللي هتفرق كل الجماهير المصرية الجماهير العربية نقول إن فيه كورة وعندنا فرق كبيرة طبعاً ناس كتير كانت عايزة إن المطش يبقى أهلي وزمالك لإنما يبقى أهلي وزمالك مع كامل طبعاً الاحترام لفريق البرامدز اللي إحنا مستنيين ويقدم لنا أحلى حاجة لكن ناس كتير كانت عايزة أهلي وزمالك يعني وضع طبيعي إن المباراة يبقى هتبقى أكبر في كل حاجة في التسويقياً وحتة الاهتمام وبدأ ما كنا دخلنا دلوقتي في حتة مين حيرجع تذاكر ومين مش حيرجع تذاكر وطبعاً كل الشكر بالمناسبة لمجلس أبو ظابير الرياضي اللي وقف في الموضوع وهو عمل بيانة على طول ومين عايز يرجع التذاكر والتذاكر موجود لها مدة ولها وقت لحد الساعة 11 بالليل النهاردة إنها ترجع وما فيش مشكلة ولكن أنا متأكد إن الناس كتير جداً برضو زي ما هترجع تذاكر فيه ناس كتير برضو هتروح عشان تتفرج علشان تستمتع فزي ما بقول خلينا يعني دايماً نبص للحاجات الإكويست شاكراً لكم